ما رأيك يا فرانشتوم الآن؟ هل ستهرب؟ لأن تهرب لأي مكان أين المتسابقين؟ المتسابقون هنا ينتظرون لنا أوه هذا الشخص يا شباب يريد العيناد معي لكن هذا لن يستطيع تهلي واو 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 لا قد حاول إخراجي عن طريق إنهم يغشون السلام عليكم يا شباب معكم ياسين من قناة ياس بلايس اليوم جيتكم بفيديو جديد وحلقة جديدة من بجت اي فور أتمنى أن يكون يومكم بخير أسقر أنا الحمد لله و بخير و على خير لا تنسوا يا شباب قموا بدعمينا بالضغط على زر لايك و انصروا الفيديو مع أسقائكم و تحياتي لكم لقد أرسل لي روما رسالة ماذا يريد هل تتعلم عن رسالة أخرى؟ تحياتي يا روما تحياتي لك يا روما أول شيء سنفعله يا أسقاء سنقوم بالذهب إلى الامترنت لكي نرى ونكشفها لوصل لنا رسالة التي قمنا بإرسالها يوم أمس أعتقد نعم أعتقد يوم أمس قمنا بإرسال تلك الرسالة لديك شخص اسمه وهو مثالي جنسيا لا تقولوا لأي احد يا أسقاء علينا الآن ذاهبونك لكي نرى ونكتشفها سنستطيع الجدال لكي نقوم يا أسقاء بالذهب في جولة مميزة مع هاي هاي هي لكي ننطلق يا أسقاء وصلت لمقال انترنتي واو الفارمي الصراحة صعب جدا في لعبة جدا خصوصا إذا جئتم بتجرون بصرة كبيرة جدا واو هذه الفتاة فهي جميلة يا أسقاء وشقراء شيش لاستطيع تكلهم معا لماذا قامت برامي هاتفها لقد قمت بحمله جيد لقد رامت هاتفها يا سيقا وقمت بحمله لهذا فأنا أقول لكم هذا هو هاتفك جميلة جدا يا شباب هذا هو هاتفك هيا خديه هو هاتفك تعالي لا أعلم يا شباب لماذا لقد قامت برامي هاتفها وبما أن لعبة جتا F4 أفضل بكثير من لعبة جتا F5 فأنا أستطيع حمل الهاتف الخاص بها وسأقوم برامي مع السلامة يا أيها الهاتف أهلا تحياتي لك شكرا سأتي إلى هذا الحاسوب لأمنا لهذا الحاسوب لقد كتبت في اسمي دائما أدخل له ها هو فرانش طم أجابني وكذلك ميليك بيلك ميصان أمي أرسلت لي رسالة ممتاز لن أقرأها لأمناها طويلة جدا لكني سأضغط على رابلاي يور انجليش اس جيد قد كتب لها يا أصدقاء نص طويل جدا ها حسنا فرانش طم لا قد رسلني ان يورتروني ممتاز سأقوم بإجابته جيد علي الذهاب عنده في الثامنة يوم الأحد ما هو اليوم؟ اليوم في الثامنة نعم اليوم في الثامنة حسنا علي أصدقاء الانتظار حتى الثامنة والذهاب عنده وبما أننا يا شباب سننتظر هيا لكي نقوم بعمل هذه المهمة الخاصة بيماني وبعدها سنرونك لكن لا يجب علي التأخر لأنني إذا تأخرت كثيرا عليه فمن الممكن أن أفشل في اللعبة لقد غيرت رأي يا شباب لن أقوم بالذهب لكي أعمل المهمة الخاصة بيماني بل سأنتظر سأنتظر حتى الثامنة وسأذهب لكي أقوم بالالتقاء بفرانش لماذا؟ لأنني سألتقي معه في الثامنة صباحا والساعة الأنفية الرابعة وثلاثة عشر دقيقة والصباح سيحل في أي لحظة يا أصيقاء لذلك ما علي فعله فقط هو التجول قليلا في الليبرتيتيتي والانتظار لقد وجدت صديق هنا انتظروا انتظروا سآتي عنده هذا صديق جديد هل سيقوم بإعطاء المال؟ هيا سأتكلم معه؟ أهلاً أهلاً كيف حالك؟ نعم هذا هو الشخص سكران الذي كان في البار الخاص بفلاد نعم هذا هو الشخص سكران لا أعلم صراحة ما دايورين بالضبط لكن انتظروا سآنا نرى ونكتشف لماذا تقول لي كل هذه المعلومات يا اياه؟ ماذا تريد ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ أهلاً جيداً بأن أدفع هو مدينة ببعض المال لبعض من الأشخاص يريد مني مساعدته أين هو؟ الخامسة صباحا لا يزال عندنا الوقت هيا يا سعد سأقوم بمساعدتك لما كان فهو قريب هقد وصلنا؟ هل أنا من سيقوم بدفع المال الخاص به أم ماذا سيحدش بالضبط؟ لأنه صراحة هو يدين ببعض من المال لأحد الأشخاص هيا جيد لقد خرجنا أين هؤلاء الأشخاص؟ لا يريد هذا الشخص يعرف العصابات مشكلة أعتقد بأنهم سيقومون بالهجوم عليه هيا لا تقلق سأساعدك يا صديقي لقد أصبحت صديقي الآن هيا نيكو اقتله جيد مات على يدها بالالتقاء بفرنش يملأ السلاح أسرع أسرع لقد حانى وقت الالتقاء بفرنش هرب مال عليه الآن أخذ مال وعليه كذلك الهرب من رجال الشرطة أسرع 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 أوكي 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 أول شيء علي فعله هو الهرب من رجال الشرطة بعدها إعادة هذا الشخص بعدها علي الذهاب عند طوم الساعة الآن فهي السادسة والرابع لذلك علينا الإسرع لأنني إذا تأخرت على فرنش طوم من الممكن أن أفشل في المهمة لذلك لا يجب علينا التأخر في هذه المواعد ها قد أوصلته جيد أسريع أسريع إذهب إذهب رجال الشرطة الحمد لله لقد ذهبت من نجمتين أخرج أخرج لقد أنقذتك من العصابات وأخرجتك من المشاكل لذلك أخرج الآن من سيارتي ودهب مع السلامة هذا الشخص وجه كبير للمشاكل الحمد لله حصلنا على خمسمائة دولار على الأقل أتعبون لم تذهب هباء منتورة ها هو القلب له قد ظهر يا أثقاء في الخريطة ممتاز فرانش طوم في داخل الدينر انظر لهم اوكي يجب عليه الدخول الآن والبحث على فرانش طوم هنا هو فرانش طوم واوة هذه الآن سفاية تشتغل وان شو شو ما يشبه تحياتي لك كيف حالك العمور جيدة هنا هو فرانش طوم ها هو فرانش طوم عليك الحضر يا فرانش طوم ماذا علي يا نفع الآن اوكي الامر سهل ما رأيك يا فرانش طوم الآن هل ستهرب لا تهرب لأي مكان موت لا تهرب موت هذا الشخص يحاول تصيد عليه موت لم أفعل لها أي شيء لكنها سددها لا تقلقي لا تقلقي لا تقلقي لن أقتلك مع السلامة يا ثقة قد انتهينا قمنا بإنهاء المهمة الآن سأتصل ببروسي ماي داي إز قريت برو لا تقلقي لا تقلقي لا تقلقي اوه انا حيوان ليس بمعنى الحيوان يعني شيء غير جيد بمعنى شيء جيد لأنهم يقولون في الإنجليزي يقولون اوه يعني بأنه حيوان لكن بالمعنى الجيد وليس المعنى السيء يالك نقوم بأكل الهوت دوغ ونحصل على الهيلث لأن الهيلث الخاصة بلا قد نزلت تحياتي لك شكرا الهوت دوغ واو الهوت دوغ ثمان وخمسة دولار غاية جدا اغلى من السودان لكن شكرا لك تحياتي لك الآن سنقوم بالدهاب عند ماني كذلك فتحت مهمة اخرى خاصة ببروسي جيد اعتقد لن اقوم بها سأقوم بالدهاب عند ماني لكي نقوم ب اوه انتظروا سأقوم بالدهاب عند بروسي كنت اريد تنوع قليلا لكن سأذهب عند بروسي لأنه قريب وكذلك اريد انهاء جميع المهام الخاصة بهذه المدينة الاولى ها هو بروسي اهلا يا بروسي نومبر وان رقم واحد ها هو بروسي يتدرب مرة اخرى اوه ابتعد يا بروسي لا لا انا لا اعلم ها هو بروسي صراحة فهو شخص غريب جدا طريقة التعامل مع نيكو فهي غريبة بلين جيك بوم بيم بيك لاتس جو بروسي برو اعتقد باننا سنقوم بالاشتراك في السباق لان اسم المهمة نامبر وان وقال لنا الان باننا نحن رقم واحد يعني فان من الممكن ان نشارك في سباق اوه لذلك هذا الميكانيك كان يشتغل على هذه السيارة هذه السيارة السريعة ممتاز هيا لاتس جو بيبي لاتس جو اعتقد باننا سنشارك في سباق لا تريدنا السيارة للشياء ها دا الميكانيك كيف اوغبي نيكو حسنا لا تقلق ساقوم باخذك ستيف سكار من هو هذا الشخص الذي اسمه ستيف وعنده سيارة أتمنى أن تكون تلك السيارة مميز جدا لكي نقوم بسياقتي يا أسيقى هيا لكي ننطلق جيد 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 حسنا سألتقي بكم عندما سأصل إلى المكان هيا يا أسيقى قد وصلنا إلى المنطقة هنا هي السيارة السريعة واو تشبه الكورفيت ممتاز يا أسيقى هذه السيارة التي سنقوم باستعمالها في السابق هذه السيارة التي سنقوم باستعمالها في السباق جيد اسمها الكوميت لاتس جو بيبي لاتس جو واو سريعة كذلك يا سلام أول مرة أقوم بسياقة سيارة سريعة في لعبة جيت افار لذلك إذا كنتم متحمسين يا شباب لهذا السباق فلا تنسوا قموا بدعمنا بالضغط على زر لايك انشر الفيديو مع سيقائكم وهيالكي ننطلق قد وصلنا أين المتسابقين المتسابقون هنا ينتظرون لنا لاتس جو بيبي لاتس جو ما دس يحدث سأحاول الفوز لأنني محترف في السياقة هيا 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 أول مرة سنقوم بعمل سباق في لعبة جيت افار لذلك لا تنسوا قموا بالضغط على زر لايك انشر الفيديو مع سيقائكم اثنان واحد بوم لاتس جو بيبي لاتس جو سأقوم الآن بالتركيز وسأسكوت وسأستمتعو معي بالسباق كأننا نقوم الآن باللعب في جيت افارة 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 اف مكابح كثيرا في جيتا اي اربعة. لان طريقة سياقة في جيتا اي اربعة فانا اقولها واكررها فهي اصعب من جيتا اي فايف. جيتا اي فايف فان طريقة سياقتها تشبه سياقة السيارات في لعبة كراش او شيء من هذا القبيل فهي تشبه الرسم المتحركة. لكن في جيتا اي اربعة فهي حقيقية جدا. السيارة فانت تحس بتقلها. وكذلك يجب عليك الضغط على المكابح لكي لا تزلق سيارتك اثناء الضوارع. هيا هيا جيد. الحمد لله مركز الاول ابتعدوا ابتعدوا ليس لدي وقت ضلحتهم فانني اضغط على المكابح كثيرا. واشوفوا معي اين تركتهم. لقد تركتهم في. لقد تركتهم في المركز الاخيرة جدا هيا هيا ممتاز ممتاز. لا قتلت تلك لانت مسكينة لم اريد قتلها يا اصبع اسف. لكن السيارة لقد زلقت لذا قلت لكم فان طريقة سياقة فهي صعبة بكثير. اين المتسابقون ها ها هم موجودون ورائي. افض وصلنا ممتاز الحمد لله. لاتس كو بيبي لاتس كو. نامبر وان. نامبر وان. نامبر وان. راقم واحد يا اصيقاء راقم واحد. لا يجب علينا التسرع. فقط علينا يا شباب تركيز قليلا. والمركز الاول هو لنا يا اصبع. حسنا سنقوم الان باعادة بروسي الى المنزل. واو. هل سمعتم ماذا قال لي? قال لي بان في مكان الاحتفاظ بهذه السيارة لقد اعطاها لي. جميل جدا. ها قد وصلنا. تحيات لك يا بروسي. شكرا لك كان السباق ممتع كثيرا. ولقد اعطاني هذه السيارة وهذه السيارة فهي خاصة في صديقتي. لكنها رغم ذلك اعطاها لي. تحياتي لك يا بروسي. وقال لك ذلك في امكاني الاتصال به اذا اردنا مثلا الخروج والتنزل الى اخر. ممتاز. جميل. اهو بروسي ارسله رسالة. ماذا يريد? ارسله رسالة يقوم بالمزاح معي فقط. قال لي بان علي الدخول لأحد المواقع لك ارى. ماذا قالوا عني? اعتقد بانهم قاموا بكتابة شيء ما عني في ذلك الموقع لي انني قمت بقتل ذلك الشخص الذي اسمه فرانشطوم. حسنا الان ساقوم بذهاب يا شباب الى المدينة التانية والى المنزل كذلك لكي اقوم بعمل سيف لللعبة. لكني ساقوم بتوديكم الان وساقول لكم شكرا لكم على الدعم رهيب. اذا اعجبكم الفيديو الخاص باليوم وحلقة اليوم. فلا تنسوا قموا بدعمنا بالضغط على زر لايك. انشروا الفيديو مع اثيقائكم. تحياتي لكم. والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة